اهلا بكم من جديد مشاهدينا والان الى شباك هاشتاك والذي نرصد فيه اهم ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع مرسلنا من بيروت محمد شفارو مساء الخير محمد اهلا بك اذا نبدأ مع الهاشتاك الاول حول لبنان يغرق للأسف بسبب الامطار والسيول وما كشفت وتكشف كل شتاء عن فساد مستشري مساء النور يعني فعليا يمكن القول ان مشهد لبنان يغرق ليس جديدا بالنسبة للبنانيين لكن هذه السنة كان المشهد مضاعفا يمكن القول وذلك كان واضحا نتيجة تعوامل سياسية بالدرجة الاولى متعلقة اولا بالفساد وسانيا بترهل البنية التحتية هذا الحدث انجاز التعبير يعني قابله المغردون اللبنانيون بالكثير من التهكم والسخرية على سبيل المثال نشر شوقي احد الصور التي انتشرت وتزر حجم الكارثة مرفقا اياها بعبارة ساخرة بيروت مدينة البندقية الجديدة في تشبيه لمدينة البندقية الايطالية الشهيرة من جهته نشر رامي على سبيل المثال ايضا صورته مرتديا لقناع مخصص للغطس وارفقها بعبارة ساخرة ايضا تقول جاهز للزهاب الى الجامعة وحملت التغريدات بمجملها المسؤولية للطبقة السياسية مجتمعة اذ نشر يورغو على سبيل المثال ايضا صورة نفق غارق بالمياه وعلق قائلا من نفق الكوستا برافا الله يزلكم مثل ما عم تزله هالشعب وفيما حمل المغردون بمجملهم الطبقة السياسية المسؤولية حاول بعض المغردون من انصار حزب الله تحديدا الدفاع عن حزبهم وتداول صورة لفتاة رفعت لافتة من احد الانفاق المغمورة بالمياه مكتوب عليها مع انه غرآنين بس من حبك يا سيد حسن ولقت هذه الصورة ايضا تفاعلا كبيرا بين مؤيد وبين معارض المغردون العرب من جهاتهم ايضا تفاعلوا مع هذا الحدث اللبناني خصوصا ان بعضهم قارن ما يحمى حصل في لبنان بما يحصل في بلدانهم على سبيل المثال حمل حساب زهرة التوليب قال الامطار في لبنان ونفس المشهد في مصر الدول العربية كلها نفس النظام حكام وبنية تحتية وصرقات وفساد نعم محمد وننتقل اذا الهاشتاج الثاني وهو ايضا يعني حول موضوع قريب من الفساد اذا مو بقلب الفساد وهو طبعا اعتداء احد حراس مجلس النواب المحسوبين على نبيه بري على احد المتظاهرين البارحة على ما اعتقد فعليا هذا الحدث لا يزال مستمر فصوله حتى اليوم بالامس ليلا شهدنا اعتداء من قبل حرس مجلس النواب وهي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية على المتظاهرين السلميين تدول الناشطون في لبنان تحت هاشتاك نبيه بري التغريدات والصور والفيديوهات التي توثق الاعتداء الذي حصل عليهم وعلى سياراتهم وايضا بعض الفضيهات تظهر عنفا مورسة بحقهم كما تظهر مطاردة للناشطين في احياء بيروت يجدر الاشارة هنا الى ان حرس مجلس النواب منذ بداية الانتفاضة الشعبية في لبنان يعني اثارت الكثير من الجدل في الداخل اللبناني نتيجة بعض الوقفات التضامنية انجاز التعبير لهذه المؤسسة من المفروض انها تابعة للدولة لكنها كانت وقفات داعمة لحركة امل ولرئيس حركة امل رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو ما اثار مزيد من الاستياء في الشارع اللبناني عمليا نشر حساب حمل اسم احمد مقطعا من اغنية الشيخ امام شيء قصورك كما استخدم كثر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاغنية للدلالة على ما يحصل في لبنان والاستنكار فعليا ما حصل بالامس في شوارع بيروت من جهته نشر حساب اخر حمل عنوان معتز صورة لبر مرفقة بجملة ليس رئيس مجلس بل رئيس عصابة اما ريم الايوبي فقد غردت قائلة في الوقت الذي يتم الاعتداء بكل وحشية على متظاهرين سلميين يطالبون بحقوقهم وعيشهم الكريم من قبل زعران نبيه بري هناك من يتباهى ويتوجح بقوة زعيمه فعليا تغريدة ريم الايوبي جاءت استنكارا لتغريدات بعض من انصار بري الذين ايدوا الاعتداء على المتظاهرين وغردوا دعما لبر ودعما لحركة امل ومنهم من توعد المتظاهرين بعنف مستقبلا مثل حساب حمل اسم حسين حيث غرد قائلا نبيه بري ليس خطا احمر انما هو خط من نار نعم محمد شكرا جزيلا لك اذا على هذه الهاشتاكات شكرا جزيلا لك